يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة فيوتشر أمام أسكوكارا في توجو تعادل إيجابيا واحد واحد هدف لمحمد فاروق قدر يتعادل بي فيوتشر كان فيه هدف لفيوتشر ألغي يا بداع التسلل بصراحة فيه شك كبير جدا كابت معالي ماهل بعد المباراة طلع وقال أنه كان أو فيوتشر اتظلم في هذه المواجهة ما تحدث على التحكيم ولكن قال أن فيوتشر اتظلم تعادل بصراحة ما كانش كافي لفيوتشر فيوتشر كان يستحق الفوز في هذه المواجهة طيب ده بالنسبة لفيوتشر بيراميدز من ناحية تانية كان النهاردة بيلعب كورة كويسة مع الجيش الملكي المغربي ولكن الكورات السابتة للجيش الملكي المغربي كانت خطيرة جدا كل كورة سابتة للجيش الملكي المغربي كانت خطيرة جدا على بيراميدز رغم أنه كان فيه هدف هدف سريع جدا لمصطفى فتحي بعد 22 ثانية فقط قدر الجيش الملكي يتعادل قدر يسجل التاني وبسرعة عبدالله السعيد عدل النتيجة السابتة للجيش الملكي في منتهى الخطيرة خد بالك الجيش الملكي فريق صعب جدا والجيش الملكي المغربي هو متصدر الدوري المغربي وبصراحة الكورات السابتة في كل الفرق المغربية والمنتخبات المغربية نقطة قوة مش طبيعية تفهمش بيتورسوها جيل بعد جيل دايما الكورات السابتة عند المغربة صعبة نهاردة الجيش الملكي ما عملش فرص كتير خطيرة ولكن كورات السابتة كلها كانت خطيرة تغييرة غريبة من باتشيكو في نص الشوت الثاني لما طلع فخي لقاي ونزل يعني محمود صابر ويعني داعب مهاجم خرج ونزل لعب وسط ملعب وعبدالله السعيد كان هو المهاجم ما كانش فيه عمكه هجومي لبيرامدز ما عرفش ايه سبب التغييرة او ما عرفش ليه ما نزلتش مهاجم ما كان مهاجم بس اكيد هو قضرة في كل احوال التعادل المكسب للجيش الملكي على ارض بيرامدز بيرامدز هيبقى محتاج يشتغل اكتر الفترة اللي جاي المواجهة القادمة للفريقين سواء بيرامدز او فيوتشر هيكون في الاتم مع بعض بيرامدز هيواجه فيوتشر عشان هما الاتنين في نفس المجموعة ما تعرفش طبعا يعني تقول مين اللي مفروض يكسب ومش المفروض كمان بالمناسبة يتعادله عشان ممكن يأثروا على فرص بعض بس الاحسن يكسب في هذه المواجهة وان كنت طبعا طبعا كلنا يعني نتمنى سعود فيوتشر او بيرامدز عن هذه المجموعة بس الجيش الملكي المغربي فريق صعب جدا جدا وكيد على ما لعبه هيبقى صعب واصف